السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف السادس درسونا لهذا اليوم الدرس الأول من الوحدة الثانية الله تعالى هو المعبود بحق الله تعالى هو المعبود بحق هل تأملت طائرا يحلق عاليا يجوب الأفق فلا يسقط ولا يصطدم بطائر آخر بل يتمايل ويتفنن بأروع أساليب الطيران وهل تأملت يوما في نعمتي السمع والبصر وغيرهما من النعم العظيمة أليس الذي خلق كل هذا هو الذي يستحق العبادة وحده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم فإذن أبناء الطلاب كما قرأنا الآيات الكريمة من سورة الملك قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مسخرة لنا بني الإنسان نمشي في مناكبها ونأكل من رزق الله سبحانه ثم إليه المآل والمآب والنشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير كيف نأمن مكر الله سبحانه وتعالى بأن يخصف بنا الأرض أو ينزل علينا من السماء حاصبا والحاصب هي الريح التي تحمل الحصى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ثم يأمرنا سبحانه وتعالى أن نتفكر في هذه الطيور التي في جو السماء كيف تكون صافات ويقبض كيف تصف أجنحتها وتقبضها ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسك هذه الطيور في جو السماء إلا الله سبحانه وتعالى يمسكها أن تقع إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ومن سينصرنا من الرحمن لا أحد الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو القوي العزيز إن الكافرون الذين يعتقدون أن آلهتهم سوف تنصرهم إن هؤلاء إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه إن أمسك الله السماء أن تمطر فمن الذي سيمطرها لا أحد إلاه سبحانه وتعالى بل لجوا في عتو ونفور زادوا كفرا وفسقا أفمن يمشي مكبا على وجهه في النار أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ليدخل الجنة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وجعل لنا السمع وجعل لنا البصر وجعل لنا الأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله سبحانه وتعالى هو الذي ملأ بنا الأرض وسوف نموت ثم نبعث إليه سبحانه يوم القيامة ويقولون هؤلاء الذين يكذبون بيوم القيامة متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله نحن لا نعلم متى الساعة لكن يجب علينا أن نعمل لذلك اليوم وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون لما رأوا العذاب قريبا زلفة قريبا منهم سيئت وجوههم وقيل لهم هذا ما كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا من ذاك الذي يجير الكافرين من هذا العذاب الأليم قل هو الرحمن الله سبحانه وتعالى فقط آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ثم يقول تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا إن غار هذا الماء واختفى من الذي سيأتينا بماء معين لا أحد سوى الله سبحانه وتعالى أوظف معاني المفردات في فهم النص ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي سهلة مسخرة للإنسان فالإنسان يحرثها ويزرعها ويستخدمها في مصلحته مناكبها أي جوانبها فامشوا في فسعوا في مناكبها فامشوا في مناكبها أي في جوانبها وإليه النشور إليه البعث من القبور عندما ينفخ في الصور للنفخة الثانية نبعث من القبور ليوم الحساب يوم القيامة حاصبا أي ريحا ترميكم بالحصى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ريحا محملة بالحصى ترميكم قل هو الذي ذرأكم ذرأكم أي خلقكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أي ذاهبا في الأرض غائرا مختفيا فمن يأتيكم بماء معين الماء المعين هو الماء الذي يجري على وجه الأرض أتأمل وأقرأ تأمل حركة الطيور في الصورة الآتية جمال التعبير القرآني يحث الله تعالى في قوله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن يحث الله تعالى في قوله الإنسان على التأمل في هذه المخلوقات التي سخر لها الجو والهواء كيف تنشر أجنحتها للطيران ثم تضمها إلى جنبيها لتعود إلى بسط أجنحتها من جديد فتظل سابحة في الجو لا يمنعها من الوقوع إلا الخالق الرحمن الذي وسعت رحمته كل ما في الأكوان فعلينا بني الإنسان أن نتأمل بديع صنع الله سبحانه وتعالى كما في هذه الطيور حين تبسط أجنحتها ثم تصفها وتقبضها ولا يمنعها من الوقوع على الأرض إلا الله سبحانه وتعالى أتعلم من هدي الآيات الله تعالى سخر الأرض بما فيها من خيرات للإنسان فعلى الإنسان أن يسعى في استثمار هذه الخيرات التي تعود عليه وعلى وطنه بالخير العميم الله سبحانه وتعالى سخر لنا الأرض ذلولة نحرثها ونزرعها ونستخدم كل ما فيها من جبال ووديان وسهول لتعود بالخير على الناس جميعا ينبغي للإنسان أن لا يغتر بالنعم وينسى المنعم لأن النعم قد تزول أما المنعم سبحانه فهو باقي لا يزول يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ولا نغتر بالنعم لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل وبالشكر تدوم النعم إن في تذكير الله تعالى بما حل بالأمم السابقة من عذاب لعبرة وعيضة لكل عاقل لبيب الله سبحانه وتعالى ضرب لنا كثير من الأمثلة التي تتكلم عن الأقوام السابقة كيف أنهم عندما كذبوا حل عليهم العذاب الله تعالى لا يتساوى عنده المستقيم المتمسك بشرع الله تعالى مع المنحرف العاصي سبيل المحافظة على النعم ومنها نعمة الماء العذب بدوام شكر الله تعالى وطاعته من خلال قراءتنا للآيات الكريمة نتعلم أحكام التجويد ومن أحكام التجويد أحكام الميمي الساكنة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام إخفاء شفوي وهو أن تأتي ميم ساكنة وبعدها حرف الباء مثال كنتم به فنقرأها كنتم به أخفينا الميم عند الباء عندما تأتي الميم ساكنة وبعدها حرف باء هذا يسمى إخفاء شفويا نخفي حرف الميم فتكون كنتم به أي لا نلفظها ميما إنما نخفيها القسم الثاني إضغام شفوي وهو أن تأتي ميم ساكنة وبعدها حرف الميم أي ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة مثال أأمنتم من وهنا أضغمنا الميم الساكنة بالميم المتحركة وهذا إضغام شفوي القسم الثالث إظهار شفوي وهو أن تأتي ميم ساكنة وبعدها أحد باقي الحروف غير الميم والباء مثال عليكم حاصبة عليكم حاصبة أظهرنا الميم الساكنة التي بعدها حرف حاء فإذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف غير حرف الباء والميم فهذا يسمى إظهارا شفويا إلى هنا أبناء الطلاب يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر